السلام عليكم أساطير HD Action بطلت في المينة النهاردة مدمنة متعافية بتحاول تأوع لقتها بنتها لكن قبل ما تروح تاخدها من المطار بيقع في طريقها شرطي فاسد وبياخدها كراهين لسبب غريب ولما بنتها بتوصل بتبقى المشكلة الكبيرة وبيبدأ في المينة في إيطاليا مع زعيم العصابة الخطير سيلبيو وهو رابط واحد من الشرطة عنده في البيت وبيعذبه علشان يخليه يعترف على مكان شريكه توبي وبيتوسله الشرطي علشان يسيبه بعد ما يعرفه مكانه لأنه مش واسق في سيلبيو وبالفعل بعد التعذيب بيعترف الرجل على مكان توبي وفي مكان تاني في نفس المدينة بتبقى كارينة المدمنة المتعافية شغالة في مطعم وبتتصل على أختها وهي بتعايت لأنها ضعفت ويكلمت ديلر علشان يجيب لها ممنوعات فبتقرر كارينة تروح لها فورا علشان تمنعها وتحفزها في سبيل إنها تفضل مبطلة وبالفعل بتوصلها وبتطمنها إنهم مع بعض وبتديها حبوب مهدئة بتخليها مش عايزة تتعاطى وقتها بيبقى الديلر وصل وطبعا لما بيعرف إنهم مش عايزين حاجة خلاص بيتدايق إنه جاء على الفاضي فبتديله كارينة الفلوس اللي معاهم كلها وكمان الخاتم بتاعها علشان يرضى يمشي من غير ما يأذيهم وبيوافق الديلر فعلا وبيمشي وهنا بتلاقي كارينة مديرها في الشغل بيتصل عليها لإنها مشت من غير ما يعرف ولما بترجع بيفضل يزعق معاها لإنها كانت مدمنة وهو الوحيد اللي وافق يشغلها ورغم إنه عارف إن بنتها هتوصل من المطار الصبح إلا إنه بيشترط عليها توصلها وترجع الشغل فورا وبتتصل الإبنة على كارينة لإنها متوترة علشان بقالها كتير ما شافتش كارينة خصوصا إن كارينة منفصل عن أبوها بسبب موضوع إدمنها لدرجة إن البنت بتبقى خايفة أمها ما تجيش في المعاد علشان تخدها لكن كارينة بتأكد لها إنها تغيرت جدا وأكدها تبقى موجودة أول ما توصل مهما حصل وفي الليل بتخلص شغلها وبتطلع علشان ترمي الزبالة وهنا بتتفاجئ بشخص طالع من مكان معاه شنطة وفي حد بيدرب النار عليه بيقتله فبتاخد عربيتها وبتنطلق فورا قبل ما تتورط في مشكلة ملهاش فيها لكن الراجل بيطاردها بالعربية هو كمان لإنها شافته وبيفضلوا في المطاردة دي لحد ما عربية كارينة بتعمل حدثة وعربية الراجل بتخبطها شاحنة ضخمة وبتفوق كارينة بعد ما عربية الراجل ولاعت والشنطة اللي كان بيسرقها هي كمان وبتلاقي الراجل بيهددها بالمسدس وبيركب معاها العربية غصبة عنها وأول ما بيتحركوا بيكون الراجل اللي اسمه توبي مصاب ولازم يروح المستشفى لكنه طبعا بيرفض وبيطلب منها تروح مكان معين يجيبوا منه أدوية علشان يعالج جرحه وبيديها سماعة علشان تفضل سمعاه ولو عملت أي حاجة غلط يخلص عليها في الحال وبتنزل كارينة تطلب الأدوية اللي عايزها من الدكتورة لكن الدكتورة بتحس إنها خايفة وقتها بيتجنن توبي وبيضرب النار عليهم علشان كارينة تاخد المطلوب وترجع العربية فورا بعدها بيطلب منها يروحوا بيتها في الحال علشان يعالج جروحه لكن بيتها بيبقى إيجار وفي منطقة شعبية وبتيجي الست صاحبة المكان تخبط لما بتشوف الدم على باب كارينة لكن كارينة بتأكد لها إنها جرحت نفسها مش أكتر وبتخليها تمشي بدل ما توبي يقتلهم هما الاتنين بعدها بتساعد وبتشيل الحديدة اللي غرزت في بطنه فبيصرخ والست بتيجي تاني وبيكون عاوزة تدخل لكن كارينة طبعا بتعمل المستحيل علشان تخليها تمشي بدل ما تحصل مشكلة أكبر بكتير وبتجيب هدوم جديدة لتوبي من بتوع طالقها على أمل إنه يلبس ويمشي وتروح هي تشوف بنتها اللي هتوصل كمان شوية لكنه بيصدمها بموضوع الشنطة اللي كانت معاه وفقدها بسبب مطردته لها علشان كده كارينة مش هتروح في أي حتة لحد ما تساعده يرجع اللي خسره وبتتفاجئ كارينة لما بتشوف شارط شرطة معاه وبتفهم إنه شرطي وقتها بيرن عليه سلبي وهو متدايق إنه لسه ما رجعش الفلوس المطلوبة منه وبيبضل يهدده ويأكده إنه لو اتأخر مرة تانية مش هيحصله كويس وبيديله ساعة واحدة بس يجيب فيها الفلوس وبيقفل السكة ولما بتحاول كارينة تهجم عليه بيدرب النار علشان يأكد لها إنه مش بيهزر وبتبقى فهمة خلاص إنه فيه شخص بيتحكم فيه وهو اللي طلب منه الفلوس دي وبيتحركوا بعدها بالعربية وبتبقى كارينة شايفة إنه توبي شرطي فاسد لكنه بيعرفها إن الموضوع مزي ما هي فهمة والشنطة اللي فقدها دي كان فيها ممنوعات بقيمة ربعمائة ألف دولار وبيحكي لها كمان إنه جمع معلومات كتير عن زعيم العصابة سيلفيو خلال خمس سنين علشان يسجنه وبالفعل تسجن وابنه تولى الأمور في غيابه لكن للأسف اتعرض للأتل في حرب عصابات وسيلفيو رمى اللوم كله على توبي اللي سجنه علشان كده كان بيعذب زميله في سبيل إنه يعرف مكانه وطبعا هدت توبي إنه لازم يرجع له الفلوس اللي خسرها في السنين دي واللي هم الربعمائة ألف دولار وبيأكد توبي الكارينة إنها لازم تساعده في الموضوع ده لإنه مفيش قدامها حل تاني وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا المنطقة معينة وبيطلب توبي من كارينة تروح للشخص اللي واقف وتطلب منه ممنوعات وبتضطر تنفس كلامه وطبعا بتلبس السماعة علشان يسمع كل اللي هيحصل ولما بيلاقي الشباب هتاخد منها الفلوس وتمشي بينشم بالمسدس بتاعه على دماغ واحد فيهم علشان يخوفه ويجيب الممنوعات وهو ساكت أحسن وبترجع بعدها العربية والطيارة بتاعت بنتها خلاص قرابت توصل فبتشرح الوضع لتوبي لكنه بيعملها بقسوة جديدة وبيخليهم يمشوا من المكان وفي جراش معين بتخدعوا كارينة وبتنزل جاري من العربية علشان تلحق بنتها لكن للأسف نسيت التليفون وبنتها وصلت وبعتت لها رسالة فبيتعامل معاها توبي كأنه كارينة وبيعرفها أن في شخص هيجي أخدها لأنها مش فاضية وبيبعت لها صورته وبتقابل كارينة اتنين من الشرطة وفورا بتشرح لهم الوضع بتاعها لأنها خايفة جدا على بنتها في الوقت ده بيكون توبي وصل للمطار علشان يستلم البنت لكن البنت أول ما بتشوف شكله بتطلع تجري فورا وقتها بيقف توبي والشرطي ما بين الطفلة وبيأخدها توبي وبيطلب من الشرطي يمشي بهدوء بدل ما يموت هنا وبيأخد البنت يربطها في العربية وبيمشي فورا وقتها بتتصدم كارينة بعربيتها دخل عليهم وبينزل منها توبي فبتعرف الشرطي باللي عمله علشان يقبضوا عليه لكنه بيطلع لهم الشارع بتاعته وبيعرفهم أنه شرطي زميل وقتها كارينة بتاخد بالها من بنتها اللي في العربية وبتفضل تصرخ فبيقرر توبي يرفع السلاح على الشرطي وبيهدب شركته علشان ترمي السلاح وإلا زملها هيموت وبينجح في السيطرة على الشرطة فعلا وبيأخد كارينة معاه لكنها بترفض تعمل أي حاجة إلا لما يفك بنتها من الكلبشات الأول وبيضطر توبي يسمع كلامها علشان يكملوا طريقهم وبتستغرب كارينة إنهم في طريقهم لسيلفيو رغم إن توبي لسه ما جمعش الفلوس وأول ما بيوصلوا الحراس بتضرب توبي لإنه جاي من غير الفلوس وبيأخذوا الطفلة من العربية يدخلوها بيت سيلفيو بعدها بيخرج توبي لوحده وبيتضح إنه سبلوهم الطفلة بنت كارينة لحد ما يرجع بالفلوس كارينة طبعا لما بتعرف بتتصدم إنها خلاص تورطت معاه في موضوع الفلوس وإلا بنتها تموت وبتفضل تزعق فبيصرخ توبي هو كمان لإنهم خطفوا ابنه وده السبب اللي مخليه يعمل كل ده ومش هيعرف يقول لأ وإلا ابنه هيموت هو كمان وقتها بتتعصب كارينة على الآخر وبتخليه فكها علشان تقدر تساعده في المصيبة اللي وقعها فيها دي وبتاخد التليفون تتصل على الديلر اللي أختها قبلته قبل كده وبتطلب منه يتقبله وبالفعل بيروحوا يقبلوه وبيهددوا توبي بالمسدس وبيوري شارط الشرطة بتاعته فبيفهم الديلر إنه فخ من كارينة وبيرفض يقول لهم حاجة بس كارينة بتطلب منه يعرفهم المستودع بتاعه اللي فيه البضاعة وإلا هيموت وبسبب جدية توبي بيتأكد الديلر إنه هيموت فعلا وبيقرر ياخدهم في العربية ويتحركوا للمستودع وبيأكد لهم إن المكان هيبقى مليان بالحراس اللي مستعدين إنهم يخلصوا على أي حد بيقرب من المكان أما سيلبيو في الوقت ده فكم قاعد الطفلين قدامه وبيفضل يقول لهم على حكم مفادها إن الفلوس أهم حاجة في الدنيا وحتى ابنه اللي مات ما فرقش معاه على قد ما فرقت معاه الفلوس اللي خسرها وهو في السجن أما توبيو كارينة فكانوا وصلوا مع الديلر للمستودع خلاص ودخلوا بالعربية لكن أول ما بيفتح بياخد طلقة وبيقع ميت في الحال فبيدخل توبي وكارينة بمنتهى الحذر علشان ما يموتوش هم كمان ومع دخلهم لغرفة معينة بيلقوا ضرب النار جاي عليهم من كل ناحية وبيتعاون اللي اتنين مع بعض علشان يخلصوا على واحد من الرجالة وياخدوا سلاحه فبيظهر واحد تاني وبيفضل يضرب عليهم النار بمنتهى القوة وبفضل تعاون السناء المميز بيقدر توبي يضرب الراجل وكارينة هي كمان بتنزل ضرب على الراجل اللي قدامها بقوة كبيرة جدا لان حياتها على المحاك وبينجح توبي انه يخلص على الراجل اللي معاه وكارينة هي كمان بتمسك السلاح اخيرا وبتخلص على الراجل التاني بمنتهى الشراسة وبيقرروا بعدها يدوروا على الفلوس لكن بيلقوا بنت معاها شنطة وواخداها وبتجري فورا فبيطلعوا وراها الحد ما بيحصروها تماما وما فيش مخرج وبتأكد لها كارينة وقتها انها هتاخد الشنطة وهيمشو من غير ما يؤذوها وبعد التفكير البنت بتبقى خايفة وبتحاول كارينة اتعرفها انهم مش هيعملولها حاجة وبتحكيلها عن بنتها اللي في ورطة لحد ما البنت بتصدقها فعلا وبتديهم الشنطة وبتمشي في سلام ولما بيمشوا بيفتحوا الشنطة بيلقوا فيها 100 ألف دولار مش أكتر فبتقتلح كارينة انهم يروحوا يسلموا المبلغ لسيلفيو لكن توبي بيأكد لها انه مش هيقبل بيه ولا بوقت زيادة يجمعوا فيه المبلغ اللي باقي وبتفضل تفكر كارينة في كلامها مع بنتها وانها وعدتها انها مش هتخزلها تاني أبدا وعلشان كده بيقرر السنائي يروحوا لسيلفيو لانه مفيش حل تاني ولا هيعرفوا يتصرفوا في فلوس أكتر من كده واول ما بيدخلوا بيبقى توبي لوحده وبيعرفهم انه قضى على كارينة علشان عملت مشاكل وحطها في شنطة العربية واول ما الحارس بيبتح الشنطة بتضربوا كارينة تخلص عليه في الحال وطوبي بيخلص على الحارس التاني لكن الحراس كانوا كتير وساعتها بيفهم سيلفيو انهم خدعوه وبيضطر السنائي انهم يدخلوا في تبادل اطلاق نار قوي جدا مع اتباع سيلفيو الخبراء وبتنجح كارينة انها تخلص على واحد فيهم من غير ما تتصاب على عكس توبي اللي بدأ يتعب جامد بسبب الجرح اللي في بطنه وبيطلب من كارينة تسق فيه وعند اشارته تتحرك فورا طبعا هي مش واسقة فيه تماما لكنه بيعتذر لها عن طورتها هي وبنتها في المشكلة بتاعته وبتقرر كارينة تسق فيه وتطلع عند اشارته فعلا وبينجحوا انهم يخلصوا على اخر الحراس الموجودين فعلا وبياخدوا اسلحتهم وقتها بس بيظهر سيلفيو ومعاه الطفلين وبيهددهم بيهم وبيأكد لهم انه هيخلص عليهم فورا لو مرموش السلاح وظهروا نفسهم وبيفضل يضرب النار نحيتهم علشان يحاول يهرب بالطفلين وفعلا بينجح انه يركب العربية مع السواء بتاعه لكنهم بيضربوه طلقة يخلصوا عليه ومع الاسف سيلفيو بيقدر انه يضرب توبي طلقة في سدره وبيوقعه في الحال فبتستخبى كارينة وهي خايفة ومش عارفة تعمل ايه خصوصا ان سلاحها فضي وفجأة بتظهر من وراء سيلفيو وبتطعانه بقطعة ازاز في ظهره مع وصول الشرطة وبتجري عليهم لكن سيلفيو بيظهر من جديد وبيضرب واحد من عناصر الشرطة بيموته والتاني بيضربه بالنروة مع ذلك سيلفيو بيقوم وبيخلص عليه وبيبقى خلاص هيموت كارينة هي كمان لكن توبي على اخر لحظة بيفوق وبيديله طلقة تقضي علي نهائيا وللابد وباقي عناصر الشرطة بتوصل والابن بيجري على توبي علشان يطمن عليه كارينة نفسها ما كانتش مسدقة انها في الاخر تم انقاذها على ايد الراجل اللي خطفها في المقام الاول وبتقرر تمشي هي وبنتها ومعاها شنطة الميت الف دولار وبتفضل طول الليل تبص للفلوس والبنتها وحست انها اخيرا هترتاح من الشغل عند الناس وهتوفر حياة كريمة ليها والطفلتها الوحيدة علشان يعدي 6 شهور ونجحت كارينة انها تفتح المطعم الخاص بيها على البحر وكانت مبسوطة جدا وبنتها بتساعدها في المكان لكن اللي ما كانتش تعرفه ان سيلبيو كان عنده ابن ومات بس برضو عنده ابنة رجعت للمدينة علشان ترجع حق ابوها من اللي قتلوه علشان كده اتأكد انك مشترك في القناة وانفعل الجرس لانه اول ما الجزء التاني ينزل تبقى اول واحد يشوفه وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا اسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات اتش دي اكشن